مرحبا في كل مكان وارجعنا لكم مرة تانية ومكامرين معاكم الفقرة أخيرة من فقرات البرنامج تكلم النهاردة عن نوع من العلوم النفسية اللي أنا شايفي أن احنا ممكن نكون فيه أشد الاحتياج لها الفترة دي تكلمنا عن التغذية وإزاي ممكن تساعدنا في تكوين جهاز مناعي وتكلمنا عن العوامل النفسية اللي ممكن تساعدنا على ده نهاردة نتكلم عن أحد العوامل النفسية بعلم اسمه علم الطاقة إزاي علم الطاقة ممكن يساعدك في تكوين نوع من المناعة الزاتية اللي تخليك تحافظ على نفسك من الإصابة بالأمراض إزاي طاقة تاعتك أو طاقة الناس اللي حواليك ممكن أن هي تكون مؤسرة بشكل إيجابي أو بشكل سلبي أنا مبقى شايف أنه لو أنت قاعد في مكان وكل الناس اللي فيه إحساسهم أنه خايفين أو ألين أو متوترين أنت نفسك هيتنقلك نفس المشاعر أو هتصاب بنفس النوع من الإحباط أو من الألأ أو من التوتر إزاي أنت هتعمل جدار عازل كده مع نفسك وتحوط نفسك به شيء من قوة الطاقة بتاعتك تكون أقوى من أنت تتأثر بهذه المشاعر طبعا عشان نتكلم في هذا الموضوع هتكون معايا خبيرة الطاقة الأستاذ دينا باكر إخصائي نفسي ومعالج الطاقة أحب كديم من أورادي أتكلم عن الطاقة بس قبل ما ندخل في الطاقة أنا دخلت دست فيها كده إيه هي الطاقة؟ إيه هي الطاقة؟ هو الجسم البايولازمي تمام؟ إيه باي؟ لأ كلام كبير هو كلام كبير هو الشكل الرابع من المادة إحنا عندنا غازي وصلب وسائل والبيولازمي البيولازمي ده هو زي ما قلنا هو الجسم الطاقي كل واحد حواليه عبارة عن أورا هالة كده دي هو ده جسمه الطاقي أي خلل في الجسم الطاقي ده بينتج عنه خلل في الجسم المادي عارف اللي هو تلاقي مثلا حد بيأكل كويس ويشغال حياته كويس وكل حد يقولك أنا حسنا ما عنديش طاقة أنا مش قادر أنا هي الفكرة أن الجسم الطاقي بتاعه حرفيا بيبقى فيه خلل والخلل جاي زي ما أنت ما قلت كده ممكن يجي من الأفكار السلبية ودي أكتر حاجة بتأذي الجسم الطاقي أو بتأذي الحياة عموما في فكرة المكان مكان شغل البيت أنت كل ده بيتأذي بالأفكار السلبية بالناس المحوطين حواليك طيب دلوقتي أنا فترة عن المثلات اللي احنا فيها دي هي في معركة مناعية كل واحد بقى هو ومنعته هو ومنعته صح أنت ومنعتك يا مكمل إن شاء الله مكمل يا تعبان أوكي يا تعبان قوي أيها يا رتحت طول حيات المهم ترتاحه خلاص إزاي أعمل جدار طاقي كده أقول للمناعة المعركة دي بتاعتنا مش بتاعتك عندنا حكتين مهمين جداً كانوا في الطاقة أو حتى في علم النفس تمام؟ إن أنا لازم أمارس رياضة تمام؟ القعدة في البيت والفراغ والأكل الكتير بطريقة عشوائية ده مضر جداً 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 للجسم الطاقي إنت لازم عشان تتشحن من أول وجديد لازم تفرق عاملة زي الكوباية الكوباية دي رؤية تتملأت ناجة طفل من الأفكار بقى أنه إحنا بنشوفه على الفيسبوك اللي اتقالى في صفحة وفيات فجأة الشحن بيننا وبن بعض الإشعاعات اللي بتطلع كل ده عمال طاقات بتيجي تقطع القورة بتاعتك أو الهالة بتاعتك تخليك ممكن تبقى سهل الإصابة بالأمراض فعشان نقدر ناخد انيرجي جديد لازم نطلع من القديم طيب نطلعه زي أول حاجة المياه والمياه نجري أو حتى نمشي إن شاء الله ساعة نصف ساعة في اليوم ماذا تنزلش من البيت؟ مشي يشوفه مكان يمشو فيه يلعب رياضة في البيت في البيت حركه في البيت أو ينفعش نلبس كمامة وننزل نمشي في الشارع أو نجري ربع ساعة ونطلع لو المكان متاح لو المكان قاعدين في مكان مفهوظ لو المكان مش متاح يبقى ممكن نعمل رياضة بسيطة في البيت وفي كذا أبليكيشن ممكن ينزلوه لعبه عن طريقه ومش لازم جام خالص يعني هو كده كده مفيش جام الحاجة في البيت البسيطة ليقدر يحرر بيها وفي نفس الوقت تحسن من موده وبعدها يبتدي يعمل زي تأملات بسيطة تأملات بسيطة أنه هو يقعد في سكون يعلم عقله إزاي يقف عن الأفكار إحنا ساعات دائما كان بيجيني مشاكل في المركز أنا عقلي طول الوقت يفكر في أفكار شابية بعيدة عن الكورونا وبعيدة عن الأزمة دي كلها وإزاي يوقفه أبسط حاجة أن أنت توقفه العقل عام زي العضرة عشان العضلة دي تشتغل لازم تعملها تمرين زي الجيم فالتمرين أبسط ليه تمرين التأمل يعني حتى لو أنا لسه معرفش أي حاجة أبص في الساعة وركز فيها أحاول أحجب أي فكرة تماما وركز في عقارب أنا ببص في الساعة وفكر في كل ما يقول فيها ما هي دي لا ما هي دي أنا لا بدي أردن لا أركز هي مرة هي تدريب فأول مرة مش بعرف تاني مرة شوية تلت مرة بفضل أعمل كان الحد ما بضرف في الأول دقيقة وبعد كده أبتدي بقى ده أبسط أنواع التأمل لو إحنا عملنا سرش في أي وقت على النات هنلاقي حاجات كتير للتأمل تقدر اتفدنا يعني في معلومات كتير قوي تقدر الناس تعمل بس ده أبسط نوع سنة الأعدة في الشمس الأعدة في الشمس الأعدة في الشمس الأعدة في الشمس هي هي هتنشط حاجات كتير قوي عندنا تمام فيه ناس كمان من ضمن الأزمات اللي حصلت بسبب كورونا اليوم اتقلب نعم ده ضع اه فتلاقيه نايم طول النهار وبيبتدي يصحب الليل فده بيجيب له أصلا اكتئاب لأن الساعة البيولوجية مقلوبة تمام الجسم اللي مفروض يكون صاحي طول اليوم طول وقت الجسم هو مال قوم 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 فما بيقومش فهو مش مستفاد بالنوم فدايما ينام ويحس ان هو نومه مش كفاية ويقوم بالليل سهران ما عندوش أي حاجة يعملها فده أصلا يجيبك تئاب لوحد فأنا لازم أعد اليومي ولازم أقعد شوية في الشمس احنا بنقولش كتير يعني على الأقل خمس ست دقايق في الشمس دي هتعمل عملية تطهير طاقي وفي نفس اللوقت هتشحن الجسم بالفوائد بتاعتها لكن ما كم كم شعرف زي منك بيقولوا أنتو هتقعدة ترفيت البيت بالكمكم لأ اطلع يعني لازم جسمك يشوف الشمس يعني لازم على الأقل تاخد لخطموصة ساعة في الشمس كل يوم احنا أنا بقول لهم خمس دقايق أنا مش عاوزة كتير من كتير خمس دقايق بس اه يعني بس يشوفوا شمس يشموا هو يعني في الناس اللي قاعدة في البيت الليل ومهاردي ممكن دلش وهم قفلين قوي وما تفتحو ساعة لياخد حمس مع فيسبوك اه ومتفتحوش الشبابيك يعني لأ يعني بتجيلنا طبعا انت عارف موضوع الجسوس القاهري اللي اتفعل جدا ممارساته قبل ما اتكلم عن الأوسي دي او الجسوس القاهري وخاصة انتشاره في الفترة دي انت ذكرت نقطة مهمة جدا فكرة انو الناس اللي قاعد على الفيسبوك بستمولار والفيسبوك تقلص صفحة وفيات الموضوع ده خد من الطاقة بتاعتهم قد من الطاقة ايجابية حاولها لسلبية ازاي نتعام مع الفيسبوك في الفترة اللي احنا فيها دي انا ما افتحوش خلاص ما افتح اي تاني خلاص تحول اشعاعات واتحول نجاة في قوي فما ما افتحوش خلاص طب الناس اللي بتفتحوا او مضطرة تفتحوا ما هتشوف كتير مش مضطرة اللي هيتطرك يعني اصلا انت لو شغله يبقى فاتح الجروب بتاع شغله البيت جي بتاعت شغله مش فاتح يقلب ما ليه يعني هون ليه انا كده على نفسي يعني كله دلوقتي او في الغالب عنده المشاكل المكفية اللي بيحاول ازاي يشوف الخطة البديلة الخطة البديلة الحياة العالم ما قبل كورونا وما بعد كورونا بالضبط فمش يعني كفاية بلاش ناخد من برد خصوصا كمان بقى اي حد يحصل له حالة وفاء تروح جاية في الكورونا على طول يعني ما حدش بيفكر ممكن تكون في اسباب تاني فالموضوع بقى فيه حالة هلع او حالة انكار مفيش وسط يعني تلاقي ناس خايفة قوي ناس لا مبالاة بشكل رهيب لا مش كده يعني ده وباء ولازم ناخد بالنا منه طيب عندنا نعمل للترابات النفسية هو اسمه التراب الوشوص القهري الناس اللي كان عندها وسواس حالهم اي دلوقتي انهم يسألونا الان اه والناس الخايفة مصيرها ايه في الموضوع ده الفوبيات خلينا ناخده واحد واحدة كده طبعا الوسواس القهري هو شوية مرض هو مرض نفسي تمام طبعا فيه الترابات الوسواسية دي درجة والمرض درجة تمام بس خلينا نقول مش مهم نخصه في تفاصيل الاتنين هو التراب هو الحد الأدنى من المرض زي تمام يعني ما وصل في درجة مرض بس ليه نفس الاعراض هو جينيا بيفعل اجتماعيا يعني هو ممكن يكون كان عندنا الجين ومش حاسين الان يجي موقف اجتماعي فعله تمام فمسلا الاطفال وده بقول دايما للناس اللي عندها جين وسواس اه الاطفال خدها من بداية لو سمحت لو انت عندك وسواس قهري كده فيه احتمالية ان الاولاد عندهم جين فما تفعلهوش بالشكل الرهيب ده انه مقداره حجم قلقك تمام هو لا اراضيين بس ابنك كمان هتطلعه مريض يعني يعمل ايه؟ يعني مش كده مش قدامه مش يعني احنا عارفين اصلا عادات الوسواس القهري من ضمنه لو مثلا عادات النظافة انه هو ممكن يقعد نص ساعة بيتوضى مثلا حاسس ان فيه خلل فيه وضوء او في ان ايده مش نظيفة انا كان عندنا حالات في المركز ما بيمسكوش الفلوس من قبل الكورونا تخيل ما بعد الكورونا ما بيمسكوش الفلوس لانه هو متخن عليها جراسيم وبكتيريا طبعا انا برفض بشكل كامل وتام الاعلانات بتاعت الحاجات المنظفات ان الارض عليها تسعة وتسعين في المائة من الجراسيم ما عارف اللي هو اه فكرة دي بتتفعل جدا الوسواس وهي بتاع وهي اصلا شغالة على الناس دي على الفئة دي ناس اللي هي بتخاف اول من العداء وصوص النظافة اللي بتضطط بشكل مستمر وزيادة وزيادة عن الطبيعي طبعا من نظافة كلنا محتاجين بس هو فكرة ان هو حياته عجزة بسبب ده في جزء من حياته مش عارف يعديه بسبب ده في جزء من يومه كبير ضايع في ده فانا لما مارس ده خصوصا بقى فيه هلأ فيه فيه فعلا حاجة حقيقية بمارس ده بشدة جدا قدام الاطفال انا بأزيهم هو مش هيطلع بعد الكورونا يرجع يمارس حياته طبيعي هو خلاص هيبقى جالهم عرض فده ارحموا ولادكو عشان اللي جاي انت كده كده مأزي ولو انت عندك اسواس قاري انت كده كده مأزي وبنحاول لو فيه ناس بتحاول تتعالج فيه ناس بتتعافى من الموضوع هنا انا كان جاي لنا في المركز مثلا قم قبل الكورونا خالص من كتر النظافة ببتدت تخصد شعر بنتها كتير شطة وصيف لدرجة المنتج جالها قرع جالها من قطر الغسيل والشد طب ديه في الازمة دي ممكن تعمل فيها ايه؟ لا ده عذاب عذاب يعني حالة زي دي دي عذاب في حد ذات عذاب يعني ما بتفتحش الشباك يعني قعدة اسبوع الاكل اللي كانت جايبها في البيت خاص مش عاوزة تجيب اكل هي اضطرت فيه اشكال كده بتيجي على فيسبوك عارف الناس اللابسة كياس ونزلة ده حقيقي في ناس كده في ناس كده طبعا في نوع تاني الخوف من الموت وده تفاعل جدا هو خلاص بقى حاسس النهاية النهاية ففاعل فكرة الموت اللي ما كانش عنده الفكرة دي قبل كده كان جينيا موجودة اتفعلت دلوقتي فتلاقي ان هو بيتعامل ان هو ميت ميت يعني عارف اللي هو مش هتلاقي فيه فرصة انا معناعتي دعيفة انت عرفت منين؟ طب انا معناعتي مش عارف ايه طب انت رس عايش كمان بقاش هما فعلا بيقوت عبانين ما بقاش خايف على نفسهم من الموت بيبقى خايف على اللي حوالي فبقا عاد في عذاب يعني مش هلاوس افكار سلبية كتير ان اللي حواليه هيموتهم وبيبقى عايش كأنه عارف ما عاد موتهم فباصص لكل واحد انه هو هيودعه خلاص انت اريد اه فانا لو عندي الجين ده ارحم يبني لانه هو ما يعرفش هيعيش ده قوي يلجأ للعلاج انت لو عندك الحالات دي الجأ للعلاج لو حد عنده عرض من الاعراض دي ما اثر على يومه او على حياته او على اسرته يتوجه الى العلاج فكرة محزباك عموما فكرة انت مش عايش بسببها مبسوط يلجأ للاستشارات ولو في عندك حاجة يتعمل لك اختبارات والمتخصص هيقولك يبتدي بقى يروح علاج لكن ما نعودش كده ونعزب بعض يعني انا بقوله كل الناس اللي عنده وسواس قهري واي نوع من انواع الفوبيات ده وقت انت دلوقتي حتى اعمل العلاج اونلاين تمام انزل روح فيه مستشفيات فيه علاج واصلا الناس كدامة بتقول ان علاج النفسي غالي لان فيه مستشفيات كتير اوي كانت بتقدموه بالخمسة جنيه وكتير جدا انت اللي مساعدش وبالتالي لما مساعدش انت دلوقتي حاسس بالازم اكتر من ناس العدية وبحرد و بقول نفس الفكر الناس اللي عندها لا مبالاة خالص بقى هوا اللي هو مش فرع معاى على الله يا حبيبي يعني ايه على الله كله على الله بس مش عالله كده يعني محدش قالها كده يعني خد بقى يعني مش عشانك عشان الناس يعني أنا ما بنزلش كتير بس شوفت حده بيبصق في الشارع ليه؟ 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 إحنا في وباء ليه بتعمل كده؟ يمكن ستة كبيرة عدي مضطرية تنزل طفلي عدي مضطر ينزل ليه؟ ده نوع برضه لازم يلجأ الاستشارات لأنه أنت مش طبيعي إن فيه حدث كبير زي ده وإنت مش حاسس به أنت واضح أنه عندك نوع يعني يا أم أنت المواضيع ده عندك قوي؟ أه يا أم أنت مش من هنا مش من هنا دي برضو لو فيه حد عنده ناس مش من هنا من فضلكم فهموا أنه فيه خلال ما لو أنت مثلا ابنك المراهق أو كذا خلوا يروح استشارات منك يكون حاجات بسيطة عدم إدراك أنا عندي نقطة مهمة جدا عندنا طلبة السنوية العامة دخلنا على البيبان المتحنات خلاص دخلوا في وقت هم أصلا لو حد بيقلق أو بيتوتر أو بيخاف من حاجات معينة هيخش أصلا عنده نسبة القلق الانجزايتي أو الاتقاب أو ما لذلك هتبقى مرتفعة زيادة طيب إزاي أو إيه الوسائل التطمينية أو المشارات الرشدة السريعة اللي أنا ممكن أديها لطالب السنوية العامة ومي بس الطالب قبل الطالب عندك الأب والأم كنت بس أقولك قبل ما نروح له هنروح للأب والأم يعني خلاص إحنا في وضع لازم زي ما بنقول تقبل أنت لما تقبلتش الوضع اللي أنت فيه فيه مصيبة تحصل أي حاجة برفضها بتزيد فأنا لازم قبل أن نبني في سنوية عامة وفيه حالة من حالات الكورونا وأكيد المسؤولين هياخدوا في الانتباه أن الأولاد ما قدروش ينزلوا المدرسة ما قدروش ياخدوا الدروس اللي بياخدوها ففيه حالة أكيد هترعى وفي الأول وفي الآخر هو زاكر والجزء اللي زاكره هو اللي هيجي فخلاص أنت فيش في إيدك حاجة تعملها التوتر والقلق وده بالذات لأم والأب مش هيفيدوا بالعكس ده ممكن يتدمروا يعني حتى لو عنده حاجة هتروح طمنوا طمنوا يقولوا يعني دايما فهموا أن الدنيا تبقى أسهل ده في حد ذاته يخليه ينتج لكن التوتر والقلق مش هيخليه حصل حاجة لو حصل من اللي بيذكره 20-30% ده يبقى كويس قوي كويس هنكمل على الكلام اللي انت قلتيه بس هنرح نفاصل ونواصل ورجعنا لكم مرة تانية ويمكملين معاكم الفقرة المتكلم فيها عن الطاقة وإزاي نعمل جهاز طاقي أو نعمل جسم طاقي يخفضوا على المناعة الشخصية عشان نحافظوا على نفسنا من الأمراض والأوباء يناكم متكلم قبل الفاصل عن طلبة السنوية العامة يعني فيه عجالة كده عشان وقت الحلقة انتهى يعملوا ايه؟ هنما داخلين على الامتحانات أو القلقين من الإصابة بالمرض أو أهلهم القلقينهم احنا قلنا أول حاجة البيت ما يعملش شحن كفاية أو شحن السنوية العامة تمام فبلاش فكرة تمام الكورونا دي أول حاجة للطالب نفسه أول عموما بقى في أي سنوية عامة وفي أي امتحانات لما يحس بحالة التوتر جامدة ما نعطش نفكر في التوتر وليحصل يفصل ويعمل تفرين التنفس أفسط حاج بتفرين التنفس إن أنا باخد نفس أم لا بيه بطي أعد مثلا يا إما تلاتة يا إما ستة يا إما تسعة وطلعه بنفس العدل باكتم عدى واحدة وطلعه بنفس العدل ده هيعمل له حالة من حالة الهدوء بالضبط وهيبتدي تاني عيد أفكاره بشكل إيجابي لكن طول ما هو مشحون حتى في العصبية لو أنا عاوزه ده وأنا مش عارف لو عملت التمرين ده برضو هرتاح كويسا صديقينا البكرة إلا خاصة النفس هو معالج بطاق أنا بشكل إيجابي نزيل اللي وجودك معا شهر الكرام في كل مكان قبل ما أختم الفقرة كل مرة بحاول إن أنا أنوه عن شعار حياة كده خاصة بالإيزكس أو المبادئ أو القيم اللي في المجتمع سعر الكمامة اللي أنا لابسها دي المفترض إنه بتيجي من بره سعرها 20 إرش تتباع التاجر ب35 إرش تتباع في الصيدلية ب50 إرش يعني المفروض علبة الكمامة من 10 إلى 12 جنيه تقريبا يعني دلوقتي سعر علبة الكمامات وصل لرقم مبالغ فيه ومش موجودة لإنه الناس بقيت تحتفظ بيها وبتحتكرها فده دينيا حرام وأخلاقيا ما فيهوش أي نوع من أنوع الأخلاق يعني اللي بيعمل كده ده عنده لا دم ولا ضمير ولا دين ولا عنده أي حاجة من أي حاجة طيب النوع التاني فيه حاجة اسمها البلثلت بريتش بلازمة حاجة اسمه حقا أن البلازمة الغنية بالصفاحة الدموية دي قالوا أنها لما بتتحين بتساعد فيها العلاج من الفيروس الناس بقى المواطنين العاديين الواحد لما يبقى على سرير الموت كده وربنا بينقزه يعني لو عنده أي حاجة يملكها هيقدر أنه هو يعني يديها للناس أي حاجة أحد الحالات وده منتشر في أكتر من حاجة البلازمة بتاعته لما خدوها منه كانت حالة 4000 جنيه لما خف راح يباعد 20 ألف جنيه الموضوع مفوش أي أخلاقيات ولا أي إزكس أتمنى من الجميع الناس اللي ببيع الكمامات أو ببيع أي وسائل الوقاية رعوا ربنا في الحاجة دي عشان ربنا يحميكم ونعدي من الأزمة دي كلنا على خير البسوا الكمامة اهتموا بيه النظافة الشخصية أتمنى لكم كل السلامة والتوفيق لحد ما أشوفكم مرة تانية لكم مني كل التحية والتقدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا